معاكم مشاهدي ومتابعي قناة الاهلي في كل مكان معايا في هذه اللحظات أستاذ طارق أنديل طبعاً عضو مجلس إدارة النادي الاهلي أستاذ طارق برحب بك في البداية ببركلك على الفوز ببطولة الدوري بطولة أكيد مهمة عند جمهور النادي الاهلي واعتاد عليها بشكل كبير حابب تقولي النهاردة بعد الاحتفالية المهمة دي وضرورة الاحتفالية هو تكليل مجهود كبير جداً بيبذلوا اللاعبين على مدار الموسم وأيضاً مجلس الإدارة ونجمع الرابعة في تاريخ النادي الاهلي حدث تاريخي المفترض النهاردة كان نفسنا أن يكون المتواجد جمهورنا يكون في وسط أستاذ مقترد تيش لولا الظروف اللي رغماً عن إرادتنا كلها إنما كان هو ده كان الطبيعي اللي كان يحصل فدي الحاجة اللي مأثرة فينا النهاردة اللي كان المفروض هو الجمهور يكون حاضر له صاحب الإنجاز الأكبر إنجاز غير طبيعي زي بأكد على الكلام اللي قاله كابتن محمود الخطيب ده إنجاز لكل مجالس الإدارات المتعقبة وكل الأجهزة الفنية والإداريين واللاعبين على مدار تاريخ النادي الأهلي كلهم شاركوا في البطولات الأربعين لحقها النادي الأهلي والمجلس بتاع المهانس محمود طاهر كابتن محمود خطيب أكد بردو هو شريك في هذا الإنجاز في البطولة اللي حصلت السنة دايماً النادي الأهلي الحمد لله له الرياضة في كل المجالات الرياضية هو جزء أصيل من تاريخ مصر وإن شاء الله يرجع لتاني الأهلي الرياضة ونكون الأكثر حظة للبطولات القرية على مستوى العالم إن شاء الله رسالة أخيرة لجمهوري النادي الأهلي والإن شاء الله منتظرين وأنا عارف المجلس الإدارة مصمم من الأهلي حق حقاً حدث معين عرقلنا شوية ورجعنا خطوات وراء في عودة الجماهير إنما إحنا أحرص ما يكون على كده وإن شاء الله وبالتعاون مع كل أجهزة الدولة هيكون في حضور للجماهير إن شاء الله الدوري الجاي وإن شاء الله زي اللي من دول نحتفل بالبطولة الواحد وربعين للنادي الأهلي في الدوري ويكون الجمهور حاضر ومال استادي النادي الأهلي إن شاء الله شكراً ده كان لقاءنا مع أستاذ طريق أنديل طبعاً عضو مجلس إدارة النادي الأهلي نروح سريعاً لزميلي محمد سعيد ولقاء آخر مع دكتور محمد سراج الدين عضو مجلس إدارة النادي الأهلي